شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يسكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ثلاث كلمات الكلمة الأولى التقوى يكفي في أهمية التقوى أن نعرف أن آخر آية نزلت من القرآن الكريم على خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله كما يعتقده جماعة من العلماء هي آية التقوى الله تعالى يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله خافوا من ذلك اليوم التقوى لها ثلاث مراتب نحن ينبغي علينا وأنتم ونحن في سفر طاعة وعبادة واستمداد من الفيوضات الربانية أن نحاول أن نوجد هذه المراتب في أنفسنا وكل مرتبة من هذه المراتب تليها مرتبة أشق المرتبة الأولى التقوى في العمل يعني واحد عمله يكون منضبط وفق الضوابط الشرعية يوم من الأيام لا تفوته صلاة الصبح عمدا واحد يستيقظ ثم ينام تغلبه النفس الأمارة واحد ينظر إلى امرأة أجنبية بنظرة محرمة لا واحد يكون منضبط من الناحية العملية هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية التقوى في الفكر هذه مرحلة أشق وإن كانت ممكنة يعني واحد لا يفكر في الحرام هناك رواية عن المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يقول إن أخي موسى كان يأمركم أن لا تفعلوا الفاحشة وأنا آمركم أن لا تفكروا في الفاحشة يعني مجرد تفكير ارتكاب الفاحشة مثل نار تحرق البيت التفكير في الفاحشة مثل دخان يفسد رونق البيت الآن إذا أهنان الدخان يكون في قاعة مزوقة مزينة الدخان يفسد منظر هذه القاعة حتى واحد تفكير في الحرام لا يفكر هذه المرتبة الثانية المرتبة الثالثة وهي الأشق والأشكل التقوى في التصور يعني مو فقط واحد ما يعمل الحرام مو فقط واحد ما يفكر في الحرام ليتصور الحرام هل هذا ممكن؟ معقول التصور مو قضية اختيارية التفكير باختيارنا واحد يقرر أو لا يقرر ولكن التصور مو باختيارك انت قاعد اتفكر وإذا بالتصورات تهجم عليك واحد ينتقل من تصور إلى تصور كما ينتقل الطائر من غصن إلى غصن بلا اختيار هل التصورات باختيارنا؟ الجواب نعم اكو قاعدة العلماء يقولونها الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار وقاعدة ثانية الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار وقاعدة ثالثة تجمع القاعدتين ما بالاختيار لا ينافي الاختيار هذه القواعد شرحها المحقق النائيني رحمه الله في فوائده واحد إذا كان في أجواء التصورات المحرمة ليش هاي القنوات الفضائية خطيئة؟ واحد يقول انا اطالع انا اباوع ابدا لا ارتكب الحرام ولا افكر في الحرام يعني حتى ما افكر ان اعمل عمل محرم غدا هاي القنوات الفضائية الهابطة تلقي في الزهن بتصورات فاسدة هذه بمقدارها تفسد نقاء الروح واحد روحه تكون مونقية تشوفون بعض الافراد عندهم خلق العبادة يعبدون الله يروح بالحضرة من الثامنة ليلا الى الواحدة ليلا يقعد يضرع يبشي احيانا واحد يشوف بعض الافراد يغبطهم على حالاتهم المعنوية واحيانا نشوفون احنا خلق العبادة ماعد واحد يروح بالحضرة يريد يقعد عشر دقائق ويطلع ليش؟ من جملة العوامل هذه الأجواء أجواء القنوات الفضائية ونحوها اللي تلقي بتصورات فاسدة نفس هذا التصور يأخذ نقاء الروح الروح مونقية أحد الخطباء قال لي هذه القضية قال امرأة من أقاربنا سألتني ليش الغناء محرم ليش؟ يقول انا فكرت اقول لها تعبد والله قايل وما أشبه ما تفتهم هذا المنطق لان عايشة في البلاد الأجنبية يقول انا قلت لها الآن اقول لك ليش الغناء محرم انتي عندما تسمعين الغناء عندك بعد خلق العبادة والتوجه إلى الله تعالى بل واحد بعد ما يسمع الغناء عشرين دقيقة ثلاثين دقيقة عند روحية العبادة عند خلق العبادة أبدا عند خلق قراءة القرآن بعض الأفراد كانوا مقيدين يختمون القرآن في كل شهر بعض الأفراد الآن موجودين وواحد منهم الآن موجود هنا يصومون ثلاثة أشهر شهر رجب وشعبان ورمضان ليش احنا خلق العبادة ما عندنا مو كلنا بعضنا لان هذه الأجواء تاخذ نقاء الروح وتاخذ شفافية الروح فمو فقط واحد يقول أنا حلال أطالع ما يخالف حتى إذا حلال العام حفظه الله السيد مشتبى كان في مشهد مدة مقيم فدواح السألة أنا عندما أمر في الأسواق شنو رأيك أنا أنظر هالشكل يعني أمشي وأنظر ماذا تقول في ذلك؟ هذا حلال أو حرام؟ واحد اتفاقا يمكن أن يقع نظره على امرأة مو محجبة بالحجاب الشرعي الكامل يشوف وجهها يشوف شعرها شنو تقول حلال وحرام العام حفظه الله قال أنا ما أقول حلال وحرام ذاك أبحث آخر ولكن أقول هذا ياخذ منك نورانية الباطن نور بعد ما عنده حتى إذا حلال أكو أشياء محللة تاخذ نورانية الباطن واحد قلب مظل لذلك الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا أكو فرق بين الغامض وبين الغض غامض يعني واحد يغمض تتمكن تمشي وتغمض عينك فإذا مرة تصدم بواحد مرة توقع في حفرة الله ما يقول قل للمؤمنين يغمضوا يعني انظر أمام أقدامك حتى لا يكون وجهك يقع على وجه هذه المرأة هذا خطر على شعر هذه المرأة حتى إذا محجبة بحجاب كامل هو بهذا المقدار ياخذ نورانية الباطن واحد جدا يجب أن يكون محتاط بالذات في الأماكن المشرفة في مكة فتنة حقيقة فتنة الفتنة النظرة فتنة للناظر والمنظور في مكة واحد جاي للطواف بخشوع بخضوع مرة وحدة عينة وقعت على أمرأة أجنبية راحت الحالة فكرة راح مكان ثاني في مكة في المدينة في الحراء أنقل لكم هذه الرواية الرواية ينقلها الفقهاء في كتاب النكاح طبعا الرواية مروية بنحوين ولعلها قضيتان مو قضية واحدة الوالد رحمه الله ناقل هذه القضية في كتاب النكاح من الفقه المجلد اثنين وستين صفحة ميتين وعشرة يقول في هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله أردف الفضل بن العباس العباس عم النبي صلى الله عليه وآله كان عنده ابن شاب يقال له الفضل الشاب جدا يجب أن يواضح أردفه خلفه وأكو رواية ثانية أيضا أنه كان في منا في حجة الوداع وكان فتن حسن اللمح لعله بمعنى جميل الجمال فتنة وامتحان إلهي هذه نعمة الله تعالى أنعم بها إحنا لن استخدم نعم الله ضد قانون الله هذا كلش خطير هذه العين نعمة الله إعطانا لن استخدم هذه العين في معصية الله يمكن والعياذ بالله الله يغضب يسلب هذه العين تدرون كم مليون أعماءكو في العالم كم مليون أعماءكو آخر إحصائية قرأتها أكو في العالم أكثر من خمسين مليون أعماء هاي نعمة يجب أن نواضح هاي القنوات الفضائية جدا خطيرة الهابطة منها احتاطوا منها يجب أن نحتاط منها فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله أعرابي فأعرابي يعني من الرجال البادية إجأ إلى النبي صلى الله عليه وآله وعنده أخت له أجمل ما يكون فجعل الأعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وآله الأعرابي يسأل النبي وجعل الفضل ينظر إلى أخت الأعرابي وين في الرواية الثانية أنه كان في منا في هذه البقعة المباركة وخلف النبي النبي أردفه الأعرابي يسأل النبي والفضل ينظر إلى هذه المرأة وجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يده على وجه الفضل ما هذا ينظر النبي يخلي إيده أمام عين الفضل حتى لا يشوف هذه المرأة إنه منكر عملي يستره من النظر فإذا هو ستره من الجانب نظر من الجانب الآخر النبي مننا يستره هذا يجيب وجه مننا مننا يباوع حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله من حاجة الأعرابي التفت إليه يعني إلى الفضل وأخذ بمنك به منك بهنان ثم قال أما علمت أنها الأيام المعدودات والمعلومات والرواية لها تتم وفي الرواية الثانية ولعلها قضية ثانية النبي قال رجل شاب وامرأة شاب أخاف أن يدخل الشيطان بينهما هاي النظرة كلش خطيرة لا تنظرون ترتاحون أي راحة باطنية واحد يشعر بها لا تنظر أغلق الباب من البداية إنت إذا فتحت الباب إما تروح للنهاية خوة هذا فيه الهلاك وفيه العذاب الإلهي وإما أنه لازم كل دقيقة تقاوم نفسك وتعيش العذاب أفضل شيء واحد من البداية يغلق الباب إنتوا اليوم جربوا لا تنظروا عندما تمشي غضة بنظرك ترتاح بعض فكرك بعد ما يشتغل قلبك بعد ما يشتغل التقوى في العمال التقوى في الفكر والتقوى في التصور في تصوري أن التقوى في التصور طريق إلى التقوى في الفكر وأن التقوى في الفكر طريق إلى التقوى في العمل وأن عدم التقوى في التصور طريق إلى عدم التقوى في الفكر وعدم التقوى في الفكر طريق إلى عدم التقوى في العمل إحنا إذا أغلقنا الباب من البداية نرتاح الأفلام الخليعة واحد لا يشوفها يرتاح لأن إذا واحد شاف الأفلام الخليعة لا يروح إلى النهاية وهذا فيه هلاكه هلاك الدنيا مو فقط هلاك الآخر اللي راحوا في خط الانحراف ما فقدوا آخرتهم وإنما فقدوا دنياهم أيضا وإما واحد يغلق الباب من الأول ويرتاح والعجيب في الروايات أكو أنه عند ذاك يشعر بالطعم الإيمان طعم الإيمان الإيمان بطعم الإيمان فيه نكهة الإيمان فيه لذة يشعر بهذه اللذة هذه الكلمة الأولى وهي كلمة التقوى الكلمة الثانية الأخلاق الأخلاق نوعيا النوع الأول الأخلاق التجارية تجارة تجارة أنت تعال إلى بيتنا أنا أجي إلى بيتك تجارة معاوضة يعني شنو؟ معاوضة يعني تروح إلى المحال تضطي الثمن وتأخذ المثمة أنت تعال إلى بيتك أنا أجي إلى بيتك هذا تجارة هذه ليست أخلاق هذه معاوضة أنت تحترمني أنا أحترمك هذه تجارة المهم الشخص الذي لا يحترمك تحترمه هذه هي الأخلاق الشخص الذي لا يقدرك تقدره هذه هي الأخلاق قالوا لواحد ما رأيك في الصلاة لعالم من العلماء خلف المحدث البحراني محدث البحراني من علمائنا الكبار هكذا أتذكر القضية ماذا تقول في الصلاة خلف المحدث البحراني؟ قال حرام باطل حس ليه رأيا إجوا وقالوا للمحدث البحراني ماذا تقول في الصلاة خلف العالم الفلاني اللي يتكلم ضدك؟ قال ما بيها إشكال ما يخالف صلوا خلفه قالوا ليه هو يقول الصلاة خلفك باطلة وأنت تقول الصلاة خلفه صحيحة؟ قال هو يعتبرني أنا مثلا مو عادل أو مو جامع للشرائط أنا أعتبر عادل وجامع للشرائط هو يعمل بوظيفته وأنا أعمل بوظيفتي هذا هو المهن أن أقابل من اغتابني إلى حسن الذكر هذا هو المهن هذه هي الأخلاق واحد زوجته تؤذيه في البيت يقول ليش علاقاتك؟ كنا نقرأ في شرح ابن عقيل أو في السيوط تقول زوجي وهي لي في عو مرح بئس مرأة وإنني بئس المرح لا أنت خوش رجال ولا أنا خوش مرأة يبدو مرأة منصفة كانت المرأة إذا أحسنت إليك أنت تحسن إليها هذا ليس مهن المرأة التي تؤذيك وتسيء إليك تحسن إليها هذا هو المهن وهكذا في الجانب الآخر في جانب المرأة بالنسبة إلى الرجل العام حفظه الله الشباب اللي يزوجون بعد ما تنتهي مراسيم العقل يهمس في أذنهم بهذه الكلمة يقول إن شاء الله أنتو تعيشون ثمانين عام صمموا ثمانين عام ولا مرة واحدة تسيئون الأخلاق مع زوجتكم بحق أو بباطل يعني حتى إذا حقك لا تسئل الأخلاق إلى ثمانين عام هذه هي الكلمة الثانية الكلمة الثالثة وأختم بها الخدمة نحن مالنا منالنا بيوتنا سياراتنا علاقاتنا الاجتماعية كلها تنتهي ما عندكم ينفد من اللي يبقى وما عند الله باق إذا ربطت شيئا بالباقي من هو الباقي الله وأهل البيت ويبقى وجه ربك بعض يقولون وجه ربك يعني أهل البيت إذا ربطنا عملنا بالباقي بالله بأهل البيت أنتوا الآن تجون إلى مشهد كل مرة تدخلون الحرم لعله تشوفون مسجد قوهرشاد قوهرشاد منه هي امرأة لعله مثله ألوف كان ولكن كلهن انتهين ولكن هذه المرأة قوهرشاد باقية ما دام هذا المسجد باقية الآن ياهو أعقل قوهرشاد أعقل لذلك أعقل العلامة الأميني انتهى علامة الأميني انتهى انتهى أو لم ينتهي الألوف اللي كانوا مثله انتهوا ولكن العلامة الأميني باقي ببقاء الغدير أحد العلماء نقل لي هذه القضية قال حدثني الشيخ الدواني مؤلف قال أنا رحت للعلامة الأميني كان في طهران في المستشفى دع الشهر يمكن كان في المستشفى كان مريض العلامة الأميني قال رحت عنده لعيادته فالعلامة الأميني قال البارحة أنا أنهيت تأليف كتاب الغدير مريض في المستشفى دع الشهر ولكن يؤلف البارحة أنهيت التأليف يقول الشيخ الدواني طلعت في نفس اليوم قيل لي بأن العلامة الأميني مات كأنه الله كان مبقي حتى يكمل الغدير بعدين يموت العلامة الأميني باقي والذين مثله انتهوا واحد يجب أن يخلف أثار لا تقولون إحنا من يقدر كل واحد يقدر كل شاب كل شيخ كل كهل يتمكن يبقي أثار إحنا كل واحد مننا يجب أن يكون صاحب مشروع خيري ديني المشروع يعطيك الحيوية يعطيك النشاط ما يخليك تصاب بالكآبة شوفوا الأفراد اللي عندهم مشاريع يعيشون حيوية داخلية نشاط داخلي كآبة ما يصير بهم الفرد اللي ما عنده مشروع ما عنده عمال ما عنده خدمة يشعر بالتفاهة مثل فدعش لا أثر له ولا لهم أثر ما عنده بالخيارات يشعر بأنه تافح يشعر بأنه لا قيمة له وينتهي كل واحد منكم حتى الشباب الصغار يجب أن يكونوا أصحاب مشاريع أو مشاركين في مشاريع الفرد اللي عنده مشروع الأفراد المرتبطين بالمجتمع الأفراد اللي يخدمون بالمجتمع ما يصابون بالكآب عادة ما يصابون بهذا المرض اللي يقال له زهايمر اللي الخرف في نهاية العمر يعيش حيوية نشاط انطلاق بهجة لأنه دا يمشي في طريق يبقيه يخلده أنقل لكم هذه القضية رجل كان يعيش بالنجف رجل يبيع مجوهرات مجوهرات في يوم من الأيام فكر خاطب الله تعالى قال يا الله أنا أولاد ما عندي ذرية ما عندي هذه مشكلة يعانيها الكثيرون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم جميعا أنا ذرية ما عندي أنا أموت الخاط اللي بدأ من آدم ووصل إليه ينتهي بموتي أكفة خاط بدأ من آدم من أبينا آدم عبر ألوف الأعوام وانتهى إلينا ينتهي بعد واحد يموت يا الله ألهمني عملا أبقى بذلك العمال فألهمه الله سبحانه وتعالى أن يؤلف كتابا في الدعاء ألف هذا الكتاب طبع هذا الكتاب رحمات ولكنه باقي ببقاء هذا الكتاب نحن إحنا نحن يجب أن نبقي أنفسنا الخدمة خدمة المجتمع خدمة الوالدين خدمة العائلة خدمة الفقراء خدمة الأيتام خدمة المشاريع الخيرية واحد يجب أن تكون عنده روح الخدمة حتى إذا رحتوا إلى قرائة اخدموا في تلك القرائة واحد ليقعد على كتور قوموا اعطوا شاي للحاضرين روح الخدمة التقوى أولا والأخلاق الأخلاق غير التجارية مو الأخلاق التجارية الأخلاق التجارية مو أخلاق تجارة الأخلاق الثانية والخدمة ثالثة وباعتبار أننا جميعا زوار ثامن الحجج الإمام الرؤوف صلوات الله وسلامه عليه اختموا كلامي بنقل هذه القضية الإمام الرضا صلوات الله عليه واي كريم أنتوا الآن ضيوف كرمهم شعبة من كرم الله رحمتهم شعبة من رحمة الله أنتوا جايين ضيوف عند هذا الإمام عائلة يجون إلى مشهد في أيام الأعياد هاي العائلة مو هو يمقيد يجون إلى مشهد يجون إلى مشهد أيام العيد زحام أكو في الحرام خلق ماعدهم ما يرحون للحضرة يجون إلى مشهد ولا يزورون ولا يزورون الإمام الرضا صلوات الله عليه ولا مرة واحدة وين يقضون وقتهم بالمطاعم والحدايق والمنتزهات وما أشبه ذلك بعد يوميا يطلعون من مشهد يعودون إلى وطنهم المرأة عندما تطلع كأنه نظرها يقع على قبة الإمام الرضا صلوات الله عليه أو على منائر الإمام الرضا صلوات الله عليه فتخاطب الإمام صلوات الله عليه وتقول له أيها الإمام الرضا إحنا قضينا أوقاتا طيبة في مدينتك ونشكرك على حسن ضيافتك تقول كلمة التي ترجمتها وداعا في أمان الله اقبل مني هذه الكلمة بدل زيارتك كلمة وداعا المرأة المرأة زوجة الرجل تقول هذه الكلمة ويطلعون يرحون 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 إلى أن يوصلون قريب نيشابور إن شاء الله إذا قدرتوا زوروا نيشابور أكو هنالك معالم مهمة قابر قابر شطيطة وما أدراك ما شطيطة قابر الفضل بن شاذان وما أدراك ما الفضل بن شاذان قابر السيد المحروق خارج نيشابور قدم قاه أكو قريب نيشابور على بعد حوالي 120 كيلومتر المرأة تقوم من النوم كانت نائمة في السيارة الرجل يسوق والمرأة نائمة تقوم وهي تبكي الرجل يقول لها شبيتش ليش تبكي تقول الآن الآن لازم نعود إلى مشهد الآن الرجل يقول نحن الآن طلعنا من مشهد تقول الآن لازم نرجع إذا ما ترجع أنا أنزل من السيارة ووحدي أرجع إلى مشهد الرجل يقول ما الذي حدث ليش تقول أنا أنا شفت الإمام الرضا صلوات الله عليه في عالم الرؤية الإمام الإمام الرضا صلوات الله عليه قال لي أنا فرح جدا أنا هواي فرحان لأنه أنت كنت سعداء في مدينتي أنا فرحان بذلك وأنا أقبل مني كلمة وداعا بدل زيارتك يرجعون إلى مشهد ويزورون الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه تائبين مستغفرين الإمام الرضا جدا كريم الله تعالى جدا كريم أهل البيت صلوات الله عليه وفي مقدمتهم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله جدا كرم ذلك الرجل ينقل أنه كان فد واحد يعبد الأصنا عمر قضاه وهو ينادي يا صنم يعبد الصنم في يوم الأيام اشتباها بدل ما يقول يا صنم قال يا صمد اشتباه صمد يعني منه يعني الله وإذا بالله سبحانه وتعالى يخاطبه لبيك عبدي ماذا تريد مضمون القضية الملائكة قالوا يا الله هذا اشتباها قال يا صمد الله قال فما هو الفرق بيني وبين الصنم إذا يقول يا صنم الصنم لا يجيبه وأنا أقول يا صمد لا أجيبه فما هو الفرق بيني وبينه الله الله تعالى جدا كريم جدا رحيم أنتوا الآن حللتم ضيوفا على هذه الرحمة أطلبوا من الله سبحانه وتعالى رحمته ورأفته وتوفيقه ورضوانه أول حاجة من حاجاتنا أن يعجل الله سبحانه وتعالى في فرج ولينا وإمامنا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه أدعو لهذه الحاجة ألح لهذه الحاجة والحاجة الثانية أن تكون عواقبنا خيرا هذه قضية خطيرة العاقبة النهاية ما قد من الأفراد انتهوا إلى عاقبة سيئة والحاجة الثالثة أن يفرج الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين في كل مكان وبالذات عن المؤمنين في العراق الله ينجيهم من هذه المآسي ومن هذه المشاكل ورابعا أن يكتب الله لنا ولكم خير الدنيا والآخرة إن شاء الله تعودون من هذه السفرة بأيدي مليئة وحاجات مقضية لكن واحد لازم يليح ولازم يطلب ولازم يعاوض وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرّت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يسكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر